من الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابطال السنوية العامة وحوش المذاكرة ازايك وشباب عاملين ايه شدوا حلكوا ربنا معاكوا ويوفقكوا ان شاء الله احنا معانا النهاردة القراءات القطعة اللي احنا متفقين عليها معسكر القطع معانا وبفضل الله سبحانه وتعالى القطع حصرية من عندنا بس مش من اي كتاب وبيقولك في القطع رقم سبعة read the following passage then answer the given questions اقرأ القطعة الاتية ثم اجب على الاسئلة المعطاة القطع بتقولك traveling is an activity that has been enjoyed by people for centuries السفر هو نشاط تم الاستمتاع به مبنية للمجهول by people بواسطة الناس for centuries لعدة قرون it is a great way to experience new cultures انه طريقة جديدة لان انت تمر بتجربة او تجرب الثقافات الجديدة وطبعا ات دي هنا عيدة على traveling السفر ومش بس هتتعرض لثقافات او هتجرب ثقافات جديدة لا لا ده كمان meeting new people وحتقابل ناس جديدة and broaden your horizons وتوسع افاقك there are many benefits يوجد فوائد كثيرة to traveling للسفر that you may not have considered ممكن ما تكون شي ان انت فكرت فيها قبل كده here are just a few وهذه القليل منها معنى كده ان القطعة دي هتتكلم قدام حضرتك عن فوائد السفر benefits of traveling الفوائد بتاعة السفر في نمر الت واحد او الفايدة الاولى بيقولك learning new things ان انت تتعلم حاجات جديدة when you travel انت لما تسافر you are exposed to exposed to يعني تتعرض الى بتتعرض الى new cultures ثقافات جديدة languages لغات and ways of life وطرق حياة you can learn about history يمكنك ان تتعلم عن التاريخ art والفنون and architecture والهندسة المعمارية by visiting museums عن طريق زيارة المتاحف and historical sites والمواقع التاريخية you can also learn about different cuisines يمكنك ايضا ان تتعلم عن المطابخ المختلفة فنون الطهي كل شعب ولو ثقافته فاكله different cuisines by typical local foods by trying local foods بان انت تجرب الاطعمة المحلية بتاعت الدولة اللي انت مسافره يبقى انت في السفر هتتعلم حاجات جديدة improving language skills وكمان ان انت تتعلم او تحسن المهارات اللغوية ازاي if you travel to a country where different languages spoken لما تسافر دولة بيبقى فيها لغة مختلفة الناس بتتكلمها غير لغتك you will have the opportunity هيكون عندك الفرصة to practice your language skills ان انت تتدرب وتمارس المهارات اللغوية بتاعت اللغة دي you can also take language classes وكمان ممكن تاخد حصص في اللغة دي or hire a tutor او تستأجر مدرس to help you improve your skills عشان يساعدك ان انت تحسن مهاراتك ثلاثة بتساعدك في ايه السفر بيساعدك في building confidence ان انت تبني الثقة في نفسك ازاي traveling can be challenging السفر ممكن ينطوي على تحدي but it can also be very rewarding بس كمان ممكن يكون مفيد ومجزي جدا when you navigate a new city or a country on your own لما تلف في بلد او تتجول في بلد او تستكشف بلد او مدينة لوحدك you will build confidence in yourself هتبني ثقتك في نفسك and your abilities وقدراتك ازاي يا مستر او طبعا لما تلف في بلد لوحدك هتعتمد على نفسك وهتشوف قدراتك ايه وتحاول ان انت تطورها علشان تعرف تتعايش مثلا يعني على الاقل هتعرف تحفظ الطرق لوحدك لما تبقى لوحدك هتبقى مركز قوي علشان متوش وبالتالي هتبني ثقتك في نفسك وقدراتك اربعة فايدة رابعة للسفر ان انت تكون صداقات جديدة هو طريقة عظيمة لمقابلة ناس بوداد يمكنك ان انت تقيم في النزل يعني بيوت الشباب بيوت الشباب او نزل الشباب او ان انت تنضم الى جوالات من مجموعات سياحة مع مجموعات عشان تقابل مسافرين اخرين يمكنك ايضا ان تقابل السكان المحليين ان انت تحضر الاحداث السقافية او ان انت تزور الاسواق المحلية بتاعت البلد اللي انت رايحها خامس حاجة من فوائد السفر السفر بيقل للضغط النفسي والعصبي ممكن يبقى طريقة عظيمة عشان تهرب من الضغط للحياة اليومية يمكنك ان تستريح على الشواطئ تطلع تتماشى او تستكشف مدينة جديدة اي شيء تختاره هتحس بالانتعاش يعني تحس بالتجديد يعني ان انت تحس بالتجديد لما تكون راجع وطنك او بيتك اختصارا او اجمالا او الخلاصة هو طريقة رائعة ايوه علشان خطر الحتة دي مهمة جاي عليها سؤال السفر ده طريقة عظيمة تثري حياتك وتوسع افاقك سواء سفرت لوحدك او مع العيلة والاصدقاء you are sure to have a memorable experience تأكد ان انت ستحصل على memorable experience خبرة او تجربة لا تنسى memorable يعني تبقى في الذاكرة او تفضل فاكرها على طول السؤال الاول what is the main idea of the passage ايه هي الفكرة الرئيسية للقطعة هل number c السفر دوت فيه نشاط فيه تحدي that should only be done with friends and family لازم تعمله مع العيلة والاصدقاء بس طبعا غلط traveling is a waste of time ان السفر مضيعة للوقت طبعا غلط نيجي نحتار بقى بين A و B traveling is a great way to escape stress السفر طريقة عظيمة للهروب من الضغط العصبي هي صحيحة ومذكورة في القطعة وفعلا السفر طريق بس هل هي دي الفكرة بتاعت القطعة هل هي دي بس ان السفر هيخليك ان انت تهرب من الضغط العصبي هي دي الفكرة الرئيسية للقطعة يا شباب طبعا لا القطعة تكلمت عن كذا حاجة من ضمنها انه بيقلل الضغط يبقى حرام ان انا اختصر القطعة كلها حوالي ميتين كلمة اهيه في باراجراف واحد او في فكرة واحدة لا ده الفكرة الرئيسية للقطعة تبقى نمرت بي ان السفر طريقة رائعة علشان تثري حياتك وتوسع افاقك اللي هي موجودة اخر حاجة في الكونكلوجن بتاع القطعة يبقى الاجابة عند حضرتك هي نمرت بي الاجابة الصحيحة تعالى على بيقولك واحنا بنقرأ فوق قلنا ان عيدة على السفر اهيه وعملين السهم على السفر معنى كده ان هنا عيدة على السفر بيقولك ان ده بسج في القطعة كلمة اكسبوز احنا قلنا فوق واحنا بنقرأ ان اكسبوز دي يعني يتعرض الى هيدن يعني يختبئ او يختفي كفر يغطي بروتيكت يحمي الاجابة بي شون يعني يتم عرضك او ان انت تتعرض لتجربة معينة نمر 5 بيقولك المهارات اللغوية هناك نمر 6 ان انت تتجول في مدينة او في دولة لوحدك او بمفردك لوحدي او بمفردي اتفقنا واحنا بنقرأ فوق ان انا هقدر ان انا يكون عندي ابني ثقة في نفسي وثقة في قدراتي باجابة بي نمر 7 بيقولك what is a benefit of staying in hostels فائدة البقاء في نزل الشباب ارجع فوق على القطعة هتلاقي نزل الشباب فوق حضرتك اتعامل معها يبقى انا طالما هاعد في نزل شباب يبقى هتعرف على ناس مختلفة يبقى هتكلم مع ناس تانين you can meet other travelers هتقابل مسافرين اخرين غيرك وتتعامل معهم و socialize يا معلم نمر 8 بيقولك what is a benefit of traveling ايه هي فائدة السفر بس الرجل هنا بقى عايز فائدة عامة يعني فوق يقولك فائدة في ايه فائدة في ان انت تقعد في نزل الشباب الفائدة في ايه الفائدة في ان انت هتسافر لوحدك هنا الفائدة في ايه الفائدة في ان انت تروح دولة مقطع كل واحدة بيسأل على فائدة مخصصة فرقم 8 لا ما ذكرش حاجة مخصصة ولكن جاب حاجة عامة what is a benefit of traveling ايه هي فائدة من الاربعة دول السفر تعال على نمرد بي it can be waste of time and money مضيعة للفلوس والوقت can be challenging activity نشاط فيه تحدي that should be done with friends and family لازم يتعمل مع الاسرة والاصدقاء فقط مش شرط ممكن اسافر لوحدة it can be a way of narrow to narrow your horizons سيبقى طريقة ان انت تضيق افاقك تضيقها لا لاجابة نمرد it can be a great way to escape the stresses of everyday life ممكن يكون طريقة رائعة للهروب من الضغوط بتاعة الحياة اليومية وبكده اكون ضبط معاك القطع رقم 7 وحاولنا ان احنا نتبنى اسلوب مختلف انا لقيت القطعة سهلة قلت نقراها وقلت ان احنا نعمل ايه ندردش فيها بدل ما نتبع التكنيك اللي احنا متعودين عليه في الثلاث فيديهات الي فاتوا حاولنا ان احنا ناخد التكنيك اللي هو التكنيك التقليدي ان احنا نقرأ القطعة ونجاوب الاسئلة بنفس الاسلوب القديم والتقليدي اللي الناس كلها عارفا تعال على القطع رقم 8 قدام حضرتك على فكرة قطعة مش هينة وقطعة مش صغيرة قطعة كبيرة فيها ثلاث سطور وكحاجات كتير كمان اهي لا لا ده قطعة ضخمة اوي تخلي بالقية يعني تقريبا صافحة اهي تمام والاسئلة عليها عند حضرتك هومورك وان شاء الله في الفيديو اللي جاي زي ما بعمل بعد كل اربع قطع في الفيديو اللي بعده بجيب لحضرتك الاجابات بتاعت الهومورك علشان خطر الناس اللي بتحب تتأكد من اجاباتها والناس اللي متابع معانا وتطبع ورانا الورق وما تنساش برضو وحسيب لحضرتك ان شاء الله اللينك بتاع الورق دوت باذن الله رب العالمين وما تنساش لايك وشير وسبسكرايب ودعوة حلوة من قلبك الرجل طيب وشوفكم على خير قريب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته